جديد نحييكم في الجزء الرابع والأخير قبل أن ندخل في الموضوع الأخير المتعلق بالبطولة الوطنية التي تحتل المرتبة 76 عالميا والسبعة عربيا نختم طبعا هذا الموضوع موضوع الأسماء التي ستترشح والسندوق لن يكون هو الفاصل في اختيار رئيس الفاف المقبل سيزيد وهي بكل صراحة هل سنرى أسماء ربما أخرى ستدخل سباق هذا الترشح ويكون صراحة اليوم الرابطات كان لديه سبعة أهدات 8 أهدات 10 أهدات 4 أهدات 3 أهدات ما تشوش هذه الأعضاء هم اللي راح يكونوا مقاطرين في اختيار رئيس المقبل الانتحادية أنا قلت لك مقبلة طبعا كنا قعدوا في المنطقة تعربيب حجام التخير الحديث قياس تقولي سبعة ثمانية هل سبعة ولا ثمانية هاي ما شاء هاي ما شاء ما كاش وراك شوف البروسيسوس الالكتورال هذا اللي ندار في الليغ نتحاكم جقود على صحات بعذا قصد ورقائق قريب كنا نتحاكم جقود على صحات اختبار حوال دوريس المقبل الاسملة جنبلاً لتحاق ومن خلال المكسومة والمقسومة 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 والأجزار شعور مغادر وصدقاء لهم دوريسوس المقبل الانتحاق شوف الحل في القوانين كي يكونوا قوانين ملاح والناس متقنعين من القوانين ويتبعوهم ويتطبقوهم ما يكونش مشكل لكن كي تجوز تفوت الانتيري برسونال القانون تخليهم اللور ما تقدرش تمشي يا أخي كاين ركشوف تبعتوا هاد الزينكسون ليفاتوا صحيح العقل ما يتقبل شو السرع في أغلبية الرابطات صحيح أنا شفت بيلون رئيس رابطة ويلائية بيلون بيلون فرنسي هكذا ورقة بيضة فهنا دي صوم دي صوم درجون مكاش يكون مدهم ويكون دهم ليمن وانا البيلون هاد يجوز يقبلوها سبمساعدة جمعية العامة رابطة أنا أقول لكم جمعية العامة رابطة بس كي يمشون بهم هذا يجبنوا العسل هذا يعتلوا برنوس هذا يعتلوا قشابية أو هذا بس أين ذنب الفيدرالية نهو للرئيس أو للرئيس أو للرئيس تفتح تحقيق نهو للرئيس نهو للرئيس نهو للرئيس نهو للرئيس نهو للرئيس نهو للرئيس وإنهي نهو للرئيس وإنهي يتطلبوه وإنهي وإنهي يكون أسفل جديد. انت تحكمي نوردونس عند الفارماسية. تعطي له نوردونس قال عطيني جيت نشريها الدواء يعطيك دواء. فارمي هذا الدواء عطيك فلاكون تعصيروه. عطيك بطاة تعكوم بريمي. انت كنت لحق للدار تحكمها تشوف لدات دو بيرومسيون. سبلي الوقت حافات. تعود تفضل هذا الفلاكون تلح عند الفارماسيين. قولوا سي بوحمد. عطيت لي فلاكون تعصيروه. بريمي. اما ذلك الفارماسيين قولك روح على رقبتك روح ما تخافش روح الشربة نانضمن. سي كونسا مكتوبة نورسي البلو. جاي دياسي دواء. قول انت. لا رسپنسابيليتي سبين. اللي بارتاجيه برطول مون. ما قول شخص. اللي بارتاجيه برطول مون. قانت تلاش انت. دي شوز هكذا. دي ترانسقريسيون اليسراء. وتسكوت وتغمد عينيك. وبعد نتتون باكت لحق. وضعيه كم هذي كاريتيا. ما تشب شو مين تبدأها. مدى نعطيك مثل. دنيا المنبر. هل حتى تدخل الوزير. والإدجيه. لن تفعل. لن تحصل. ومدى ما تحصل. ومدى ما تحصل. ومدى ما تحصل. ولم تحصل. ما تعلقها بالمترشحين لم يمارس المهام لتلك سنوات جمعية الأمل استثنائية هم أحبوا يدرون جمعية كل حل في الستوريك كان فيه طالب لوزارة الوزير لعقده جمعية عامة استثنائية لتغيير القوانين ومتابقتها مع متطلبات الفيفا الوزير كان رده واضح قال ما تمسوش لسيستم للمتابقتها ومتابقتها للمتابقتها 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 الآن بما أن الوزير رفض هم أحبوا يدرون جمعية عامة استثنائية جمعية العادية جمعية العادية en plus de l'ordre du jour العادي تعلق بلوم مورا فينسي تعلق ديفر في الديفر التحت قال بعض التعديلات طفيفة للقوانين الأساسية وخاصة النظام للانتخابات من بين هذه النقاط التي أحبو يدرونها ويدرونها للمصادقة جمعية صفحتنا للمنصاد للمحاوة من تجد نظر وفرمو يدرونها في قوانين في العامة للمنصاد سنتجنسى حرما ما يسميه للمصادق تجد من ثامنان للمصادق الوزير رفض للمصادق تغلق الباب لا تتوفر في الشروط لا قربة لا وليد صادي لا يضروع على المورو لا يضروع على اللحلو لا تتوفرش فيه بسورة ثلاث سنوات الأخرى لا نستوش في الشركة يعني هنا يعني احنا لعب حميدة ورشة هذا تبقى كأنه ويراثة غير اللي نعمرها نعمرها حاليا هنا نتمنى إن شاء الله ما ننرش الوزير يمشي لهم هذا هذا التعديل هذا النقطة هامة لأننا مرتبطة بالقالون الأساسي قالون الأساسي يقول لك بيش تغير مواد فيه يجب تدير جمعية عامة استثنائية مع الارتكل 29 سيستعليستاتيو هنا في مجموعة يقول لك في مجموعة يقول لك تدير تدير جمعية عامة صحيحة لا يطلقوش تدول على السلطة تطلبوا كما تكونوا تدول على السلطة لا تقبلوش تدول على السلطة تدير جمعية عامة تدير جمعية عامة وكما تدير جمعية الانتصار أص damned كلします الكثير ثم تدير جمعية التningar لا فيفا تدخلها اسمحلي لا فيفا البرنسيب جنيرو لا 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 البرنسيب جنيرو لا تنحيش انسان منتخب الفئة لجنة منتخبة تنحيها هذا النقاط لا يدفع عليهم ليس جابها لدينا نوفو استاتيو لدينا نوفو استاتيو لدينا نوفو استاتيو لدينا نوفو استاتيو وزادوا اشياء هذا النقاط التي تتكلم عنه محفوظ قرباج لا يوجد استاتيو هذا الفيفا تعترواز كايا لا يوجد استاتيو لا يوجد استاتيو احمي استنتظر استمع لي لا يوجد استاتيو استلام علي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر للثقاقات المقبلة للمنتخب الوطني ألا ترى بأن هذه الانتخابات تأل الفاف ستؤثر على مشوى المنتخب الوطني في حال تغير التحادية أو إسماعي استحادية بكل صراحة في ذلك الأنبال التي تتداول من هنا وهناك بكل صراحة أنا بقول صراحة أتكلم لك بطريقة مباشرة أنا نعرف أن الناخب الوطني يساند الرئيس الحالي يساند بطريقة مباشرة وتكلمها عدة مرات قال هل هذا الرئيس عادوا إلى هذه الدرجة باش تنتقدوه حتى في أونيليكسون على فيفا تكلمها في خمسة جوليا مؤخر ولكن أنا جمال بالماضي الشخصية والمدرب والأبجيكتيف اللي عنده مع المنتخب أنا ما نظنش هو إنسان اللي جاء عنده هدف جاء باش يختم مع المنتخب الوطني باش يمشي معه إلى قطر هو مع الجزائر كبالد وشفنا حتى في وقت سابق شفنا حتى في مصر ونتكلموها يعني صراحة كيفه كانت الرئيس دولة اللي هو عبدالقادر بن صالح البروتوكول معرفش يتعامل مع الوضع يقلوا لي جورهم يديروا لسياسة ما يهبطوش باش يشوفوا رئيس دولة حتى الساعة الفلانية لأنه كغدوة ونائن فينال أما بالماضي عنده منهجية عنده يعني لا استحادية لا سمحني كاين أيضا بروتوكول لا لا محفوظ أن كنت في مصر لا استحادية أنا لما جاءنا الجزائر كاين بي لبريت لا لا سمحني لا سمحني لا فوتا لبروتاجي مسؤول سنو رسالة سنو رسالة لفوتبور ناسيون محفوظ قربات انت كرئيس كنت في البروتوكول تاني رئيس دولة جيدة إذا ما عندهش بروتوكول عنده على بالهم على بالهم كانوا في البروتوكول تعتبر إيهانة لا تعتبر إيهانة لا محفوظ قربات سمحني بكل احتراماتي كل حاجة نعطو لها حق معنش وليل السؤال جواب بتاع السؤال كملت أنا قلت لك أن لي جمال بالماضي هو الهدف هو الفريق هو المنتخب الوطني سيد محفوظ قربات ما تشوش بلين هذه الانتخابات ستؤثر على المشوار المنتخب والوطني المتطرش المتطرش واله أنه أنا ما شدرت الرأي العلاقة بين جمال بالماضي وزدشية ما نيش نقول لك عدوة أو لا كذا أنا احترام أما الناخب ورأي استحادية نورمال بدالي تكلمت عن اليوناف وش كنت نردو بالماضي الأسبوع الماضي أسألوا السؤال قالوا ما تخلونا شو سياسة صح وش معنى وش معنى وش ندخلوني إيش أنا شكون مرائسة مرشح أو لما وش مرشح ما عندي سياسة أنا عندي أمور تكنييات يعتبر قرارة سياسية أنا عندي قرار من جانب الفني متكلم من جانب الفني ولكن ما عندي معنى عدوة علاقة ناخب وطني يجب أن أكتميلك في هذه النقطة باختصاني أنه عندي هذا الموضوع البطولة الوطنية في احتلال المرتبة بستوسبي حول هذه النقطة عندك ناخب وطني هو التقني وفي النصوص والقوانية يكونوا على الجمعية العامة نصوص القدم يقول لك الكنيسة لا يدخلون شروحهم يكونوا هذا الميستراتي في تعليز الكسيات انت أرك تقنية تخدم في النادي في الجمعية انت مدخش روحك ليجا ولا ليرحم مدخش روحك لأن انت ليكون لازم يوفر لك الإمكانيات باش تخدم يوفر لك انت مدخش انت مدخش روحك هذا لازم يقعد باسك والأخو لازم يتنحى طبعا إلى الموضوع الأخير نختم به طبعا هذا الموضوع نشاهد طبعا الجدول المتعلق بالترتيب الجزائر أو البطولة الوطنية تحتل المرتبة ستة وسبعين عالميا سبعة عربيا محفوظ قرباج تكون رئيس ربيط تكون رئيس نادي لماذا لماذا هذه البطولة هي الأضعاف رغم أننا نكونوا لأبين العمادة لا نحكي بشي عن العمادة لأنه مشاهد الموسم من الموسم لا لأنه هذا الترتيب تالعمادة تالعمادة موسم تالعمادة يعني الجائحة اللي رأي وقعت فيه المشاكل اللي رأي وقعت فيه البطول المغربي الثالث الإماراتي التونسي القطري ثم الضوري الجائحة نتمنى إن شاء الله نزيدنا نتحسن وخلص عبوستان بوسم زينا مقبل بالجائز أنا يعني بكورونا أو لا بكورونا دوري ضعيف يعني هذا ليس المرة الأولى يعني محليا ما زلنا ضعف لازم نقولوها بصريح العبارة لما يعني طغيرة الفيدرالية كنا كان كان عندنا يعني نية وكان ونسوتي ضعيف اللعبين نتكلم أيضا عن المحيط على الانفيرونمون يعني لوكال يعني لما تشوف أنت مازال هذه الكورونا والله الليق مازالها ما يشم هاي كلاما سيتو ساكي أنت البرمجة تبدل بينها ليلة وضوحها أنت اليوم يعني هذه الأشياء كيف حبيت البط أنت تكلم وعلش دائما نرمو الكورونا عند اللعبين اللعبين لما تحطوه دون دون بون كونديسيون ما يقدر إنه بكويتر إبانوي أنت اليوم المدربين ما لقاوش رحهم تلعب هذه الساعة ما تلعبش هذا اليوم لا كان يعني مشاكل عديدة اللي خلت هذا الترتيب تعال بطولة تعني يكون في هذه الدباقة مشكل ملاعب تأخذ مثل بطولة مصرية بطولة مصرية كل فريق عنهم ملعب بتاعه سعودية كل فريق عنهم ملعب بتاعه أنا نذكر أنا نذكر لما كنت رئيس الرابطة في يوم من الأيام عندي سبعة فريق في العاصمة وعندي ملعبين مؤهلين سعر رئيس سمح مشكلة ما عليش مشكل صح كلمة آخر ما يشقول ما هوش مشكل على بلنا بلي مشكل ولكن العام والخاص يعرف بلي ما عندناش ملاعب إنتا إذا ما ما حبيش تسير هدى الأشياء ما تمشيش تسير هدى المشاكل أكيد ولكن ما تسير ومش تسير ومع تخلاف كيف كيف أنا وحد الوقت أتذكر كمال الحراج لعبتم في رغاية ولا فرويب ولا مش حرار في رغاية في رغاية ما كيف ملقينش ما لعب ما كوين لنلعبهم ما كاش مشكلة المشاكل ريادي تعويصار ما هوش مشكلة تعالى العربية ما قلت لك مشكلة عربية ياسيد وحيف كمال الكلاس مو هدى رأي نقعدو في الكونسطابر سهل نبورت كي الكونسطابر فا المسؤولين هما ويجسدوهم في الميدان مع الناس اللي معهم اتحادية في الرابطات وفي النوادي صحيح نبورت كي يجي سهل ورون لحنا تعيديكم خرجونا المشاريع هذول يقدروا يقع الفوتبال صحيح ما نقعدوش كونسطامو الفوتبول يلي فاب الفوتبول يلي فاب نيفو يلي فاب هذا خلاص مفرغم نورني داكار واش لازم نديرو برك الفوتبول ما يكون شفاب صحيح واش لازم نديرو ورهم اللزوم اللي بورتي وهذا البروجيت ماشي البروجيت دي بروجيت يجي يجي وناس يجي يجي فترات عربع سنين تعتمن سنين يجي يجي يفونس وشوية يجي واحد اخرين امبير تعتمن سنين لذلك تركتكم تتكلمون بكل حرية ما تعلق بتدوير النقاش كلمة خيثمية محفوظ قلباج شكرا على الدعوة وشكرا على استضافة وترشح عبرت عني الترشح نعود نأكد المرة الألف الكلمة الآن بعد ترجع اللي جان نختص بقبول ورفض الترشح من هذا كما يقول بالعربية لكل مقام من مقال للأمنة تصلنا بولد صدي لكن لم يرد على الهاتف قبل هذا تصلنا بالمكلب بالإعلام صالح صالح بأيبود حتى يكون متوجد معنا وحتى الأمين العام محمد سعدي يكون متوجد معنا وحتى أمين لابدي لكن اعتدروا طبعا في فرص أخرى أو في الأداد المقبل سيكون الممثل الانتحادية للحديث حول قضية عدم قبول ملف سيد خدز شي كلمة ختمية سيزيد بارك الله نشكرك نشكرك على استبافة ونحن ساعد لقد رقيت معكم اليوم لم يوقفتك لا لم يوقفتك لا لم يوقفتك لم يوقفتك لقد استفدنا كثيرا من سيد يزيد وعيب وإذا كنت تركت ويتكلم حتى زين أمير كنت رائعا في هذا العدد بارك الله نشكرك كمال ومشكر أيضا الضيوف يزيد ومحفوظ كنت جيد ساعد بالتقائم مشكلول العدد هو مشكور على ذلك زمنا بالريوة ليحضر معنا طبعا في لاريجي المصورين التقنيين وكل الزملاء الذين سهموا طبعا في إنجاح هذا العدد من برنامج حكي بالون يوم أو مروان أيضا ما تعلق بمهندس الصوت غيلاز وأيضا زمنا مهوري مناصم مدية طهران كادير الذي تحدث عن خطأ التحكيم في مقابلة اتحاد العاصمة والبطاقة القلا بحفو القرباج هل لكم متعلقة بإخراج بطاقة الحمراء لمصمودي سنتحدث عن التحكيم في العدد المقبل بحول الله يوم الاثنين سيكون عدد متعلق بالمنظومة القانونية التي تسير الرياضة في الجزائر ابقوا معنا نلتقي يوم الاثنين ليلى سيدة في أمان الله